المواجهة بين عاصم وبهاء يعني يمكن أنا كنت بتمنىها تكون أحسن من كده ولكن في المجمل يعني أنا قلت كل التعليقات اللي قلتها انتهلهم على الحلبة بهاء كان أحسن النهاردة عاصم يمتلك إحساس وإمكانيات في صوته ولكن ينقصه بعض الأشياء اللي محتاجة وقت كبير لأنه هو بيغني لوحد حلو قوي مع المزيكة بيبتدي شوية ما يبقاش في أحسن حالاته أنا قلت له أنا هتواصل معاك لأنه أنا عندي إحساس أنه عاصم حيبقى له مستقبل كويس المواجهة الأخيرة أنا أظن عقوة مواجهة في الموسم ده من The Voice الجانب الفني كان مش طبيعي كمية الأحسيس والمشاعر اللي في صوتهم وفي غناهم كانت مش طبيعية سبيشيلي من وقام أنا وقام صوت أنا في حياتي يعني مكنش أتخيل أن أنا ممكن يبقى فيه صوت حد بيعمل فيها كده كل ما يغني مش طبيعية يكمل مشاعر اللي في صوتها مش طبيعي وما بيروحش من يعني بيقعد شوية في ويتني وفي بالي ما بيروحش بسهولة يعني في الآخر أنا سعيد أنه 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 إختارته أقام وأعتقد الناس كمان هتكون مبسوطة مراهن لأبعد مكان ممكن حابين تستمتعون بأحلى أصوات أحلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهب على MBC1 تابعوا حلقات The Voice كل ييلة تسابت على MBC1 تابعوا حلقات اللی بات كمان على المنزل لمكن جميع المشتركين في عندما برتفاعنا